السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين 13 ايار مايو القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 و 35 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الاسد ورح يظل موجود في برج الاسد لغاية الساعة 9 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الاربعة القمر الان موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر الان بما انه موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح معناته بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتظل حساسيتنا يعني زيادة شوي وأي شيء بسيط ممكن يأثر علينا منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن أنه تتراود بعض الذكريات لإلنا لخاطرنا أو نذكر بعض الأمور فنضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو مراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم برضو بتكون في ذروتها يمكننا الاهتمام بشراء أو استئجار عقار ما أو بيع عقار ما مثلا أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبرضو بتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الضغط فممكن يتعرضوا للحوادث بسبب عدم التركيز ما منحسن التحكم في أفكارنا ولا كلامنا ولا ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة التسعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر اللي بيستفيدوا من هاي الزاوية هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل هذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا فيه ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر السلبي اللي رح يبدأ الساعة التسعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة عشرة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشرة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بانتقل بيستقر في برج الأسد عشان هيك الناس من حولنا في هذا الوقت بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وممكن نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا في خلال فترة خلو المسار وقبل الانتقال بتكون في زاوية بتتشكل ذروتها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة التسعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وطبعا زي ما بتعرفوا أن الشمس هي لها علاقة بالقيادة أو بالملوك أو بالرؤساء أو بالحكم والسيطرة وأورانوس إلى علاقة بالتقلبات والأمور المفاجئة فإذا بسبب هاي الزاوية من أيام بدأنا نشعر أنه في أشياء خفية بتصير على الساحة هاي بسبب هاي الزاوية طبعا اليوم ذروتها بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو التمرد العسكري في مثل هاي الوضعية وأيضا أعمال العنف برضو بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف أو الزلازل أو سقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد بعد ما ينتهي خلو المسار وبعد ما يستقر القمر في برج الأسد في زاوية رح تتشكل وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة 2.34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل برضو زاوية بطيئة تاثراتها رح تستمر تقريبا 4-5 أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة 7.44 دقيقة مساء طبعا هاي الزاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن لك إخلاص محبوبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها اليوم طبعا عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثادي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا الجهاز اللينفاوي وعضم الصدر هاي الأعضاء لغاية ساعات الصباح طبعا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية أما من ساعات الصباح وما بعد يعني من ساعات الظاهرة تقريبا بتوقيت الشرق الأوسط والجزيرة العربية وإفريقيا فطبعا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا بالنسبة لعمليات التجميل اللي بتتعلق في المعدة والتكميم برضو اليوم لغاية ساعات الظهر تقريبا بتوقيت الأسيا وإفريقيا ما بنصح فيها أما بعد ساعات الظهر ما في أي مشكلة لهاي العمليات طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية إذا ما في خلوم مسار دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلى باقي أعضاء الجسم لا يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الأسد خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 44 دقيقة بعد عصر يوم الأربعاء وبيستمر لغاية الساعة 9 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره خمس أيام في تمام الساعة 7 و8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بصير ست أيام نسبة الإضاءة 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة 85% الآن ساعات الصباح سعيدة بنسبة 70% ساعات الظهر سعيدة بنسبة 85% أما في ساعات المساء سعيدة بنسبة 70% القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد زي ما حكينا ورح يظل في الأسد ليوم خمسة خمسة سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% ساعات العصر سعيد بنسبة 45% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 70% عطارد في الحمل حتى يوم خمسة 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 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم تسعة ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية والمشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتنهمكو بمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص حتى أفراد العائلة طبعا موسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ديكور ترتيبات تصليحات خصصوا فترة لبأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة والأبناء الأجواء فيها بعض الضغط وخصوصا فترة خلو المسهر في صوت فاهم أو ممكن يكون في حدث ما أما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات والحظ بيدعمكم بشكل كبير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا بالسفر والاتصالات كما ذكرنا في حلقة يوم الأمس بظل النشاط موجود ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات بصير الوقت مناسب لاجتياز امتحان تتمتع بطاقة فكرية وجسدية طبعا دافع عن مبادئكم ولكن بدبلوماسية بدون عنادة بدون عصبية وبدون انتقادات وانتبهوا لكلامكم لأنه ممكن ما ينفهم كل الكلام خلال هذا اليوم مرضو الأجواء العاطفية جيدة ما قبل خلو المسار أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية بتصير الاهتمام إلها علاقة بالعائلة وبالبيت وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي أو مناسبة مثلا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء بتحمل فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص برضو ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو خففوا بس من النفقات وحاولوا ما تغامروا وانتبهوا من النصابين والمحتالين بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات لغاية ساعات الظهر أما من ساعات يعني الصباح للظاهرة هنا بتنشطوا بالتنقلات أكثر بالحوارات والنقاشات طاقتكم بتصير عالية جدا وعنكم قدرة على الإقناع أيضا ممتاز جدا كونوا أكثر وعيا بس على الطرقات أثناء التنقلات وأيضا أثناء التحركات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا النشاط ما زال موجود واليوم بيكون أكثر فأكثر في حيوية وقدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم وأعمالكم وحاولوا قدر الإمكان إنوا اتركزوا بشكل جيد على خطتكم إيش ناوين تعملوا ممكن تبدأ بشيء جديد وممكن تحصل على معلومة أو خبر كنت بتنتظره طبعا أيضا على المستوى العاطفي الأجواب الضل ممتازة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتمهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أو تنحل بعض المسائل المالية ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب بسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح معناته بتظل الطاقة لسه ضعيفة فحاولوا أنكم تنجزوا الأعمال الضرورية حاولوا أنكم تأخذوا قصة من الراحة اعملوا بشكل روتيني لغاية ساعات الصباح ممكن تكون مرهق قليل الحماسة تشعر ببعض التوعكات الصحية بهذا الوقت زي اليومين الماضيات أو زيادة شوية لأنه في خلوم مسار وبتحس أنه شوي هيك ما عندك طاقة لشيء وأيضا سهل جدا استفزازك تمالك أعصابك من ساعات الصباح بتمتلق نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك وبرضو بتصير الحضود عالية جدا بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك من الآن وحتى ساعات الصباح حاول أنك تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية صحيح أنه بظل النشاط الاجتماعي موجود ممكن تلتقوا أصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو لقاء أو اتصال وحاولوا بس أنكم تتجنبوا انتقاد أي شخص أو تدخلوا بخصام مع أي شخص من الأصدقاء أو من المعارف صحيح أنه في فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم ولكنها هي بتكون مميزة أكثر لطلب الاستشارة أو مساعدة أحد الأشخاص لا إلك من ساعات الصباح وما بعد طبعا القمر بوصل لبيت المتاعب فهنا بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل تركيزكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم برضو بظل الجو لغاية ساعات الصباح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يكون فيه هيك مسألة شخصية تسبب لك نوع من أنواع القلق حاول أنك تكون لين جدا أيضا ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر بهذا الوقت وخصوصا لغاية ساعات الصباح عشان ما تشوه سمعتك من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا بين الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو ممكن يحظى بمساعدة أحد الأطراف لا إله بحل مسألة أو بمساعدة في مسألة ما برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تنشطوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة لغاية ساعات الصباح أهم شيء تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة أيضا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يحاول أنه ما يعتمد على الحضون بالفترة هاي لأنه في زاوي مع عطارد شوي بتخلي الواحد مشتت مش مركز مظبوط حذروا من المتاعب والوعكات الصحية بظل مراسلات واتصالات وحوارات ممتازة جدا أما من ساعات الصباح وما بعد بإمكانكم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء والأهم حاولوا قدر الإمكان ما تغمروا بسمعتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه برضو بظل في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو ممكن مساعدة من أحد الشركاء ممكن من الزوج من الزوجة أو من شريك المال سارعوا أهم إشي لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين ولا تسمح للخلافات بينها اتأثر عليك وعلى علاقتك بأحباءك أما من ساعات الصباح فهون بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات أو أخذ دورة أو تعلم شيء جديد أو بالاستراد والتصدير أو بالاطلاع على معلومات قيمة مثلا كونوا أكثر وعيا على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل اهتمامكم مركز على موضوع الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية علاقتكم بين الأزواج حاولوا انك تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بهم فترة بيظل فيها نوع من أنواع التوتر لأن الطاقة ضعيفة القمر موجود مقابلك تماما فهذا شيء بيضغطك بشكل كبير صحيا نفسيا وأيضا عصبيا فحاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل وما توجه أي انتقاد لأي شخص أما من ساعات الصباح وما بعد هون بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة بيصير الاهتمام إلى علاقة بالوضع المالي ممكن تهتم بمسائل تتعلق ببنك ضريبة تامين الطالب بحق لا إلك أو تحصل على بعض الأموال انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بظل الأمور ضاغطة على مستوى العمل عندكم يعني أعمال كثيرة لازم تتمموها وتنجزوها أو التزامات كثيرة فحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل دون إهمال صحتك وحاول أنك ما تدخل في أي مواجهة مع زميل أو مع أحد المعاونين تكثر عندك اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل من الآن وحتى ساعات الصباح أو تهتم بوضع صحي أهم شيء أنك تنتبه لأن الطاقة الآن بتبلش تنزل القمر بدي يصير مقابلك في ساعات الصباح من ساعات الصباح صحيح أنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أو ممكن تعززوا العلاقة مع شركاء المال أو العاطفة أو مع الأزواج فترة جيدة لهذه الأمور ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فأنا بتظل رغبتكم قوية جدا لتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم ما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن يكون في إنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات أو تزدهر وخصوصا مع الأحبة أو مع الأبناء أو في مجال ترفيه مثلا فترة مثمرة كثير فيها بعض الانشغلات والتحركات ولكن ما تبالغ كثير في حضوظك أما من ساعات الصباح فهنا بيبدأ العمل هو سيد الموقف عشان هيك بصير عندك كثير من الأعمال والالتزامات والواجبات فعشان هيك بدك تنتبه أول شيء لا تراكم الأعمال حاول أنك تهتم بالعمل الضروري والمهم لإنجازه ثم انتقل للعمل الآخر وأيضا بدك تنتبه لصحتك يعني حاول أنك تنجز قدر الإمكان المطلوب منك وحاول ما تدخل بأي مواجهات مع زملائك بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء